بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى الحمد لله على نعمة العيد العيد نعمة والعيد كرم والعيد فضل من الله سبحانه وتعالى أكرمنا الله سبحانه وتعالى بشهر مبارك وعشنا فيه في عبادات لا تعد ولا تحصى أنوارها اقتلوت قرآن وعشنا احنا في برنامج ولا تعسره مع جمال القرآن الكريم وكان شعرنا في برنامج ولا تعسره في رمضان السنة دي القرآن يبنيني وبنانا القرآن في ست مجالات بنى القرآن زوتنا وبنى القرآن كمان أسرنا وبنى القرآن العمل ورؤيتنا للعمل إزاي تكون منئرة وكمان بنى القرآن فضله ونعمته علينا في العلاقات وبنى كمان رؤيتنا الوسعى للمستقبل وجمّل حياتنا كلها ويزود علينا السعادة يا سلام وختمنا بالسعادة ولما ختمنا بالسعادة ربنا رزقنا كمان الزيادة رزقنا بعد شهر منور مليء بالفيوضات والأنوار وإزاي ما يبقاش كده وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فكان فيه فيوضات من النور والبركات فكان لازم كمان السعادة والنعمة تيجي بعدها نعمة الكريم يعمل كده سبحانه وتعالى أكرمنا برمضان وكمان أكرمنا بالعيد أكرمنا بالعيد عشان يضم فضل إلى فضل سبحانه وتعالى ويكون فضل سبحانه وتعالى الواسع اللي بيتجلى في قولي تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا سلام وعشان كده لما بيجي الفضل بعض الفضل نعنف أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا حاجة مهمة أوي أن فضل الله واسع وفضل الله لا ينتهي فلما نيجي في نهاية رمضان رمضان مش نهاية ده رمضان بداية لرؤية فضل الله سبحانه وتعالى علينا والعيد بيعلمنا كده العيد بيعلمنا أن احنا في نعم الله حلين مرتحلين كل ما نوصل لنعمة ولنهاية نعمة ولنهاية عبادة نبدأ في نعمة جديدة زي ما بنبدأ في نعمة العيد أيوة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه نعم رمضان كان رحمة والعيد فضل الله سبحانه وتعالى فعلينا أن احنا نفرح بهذا العيد علينا أن احنا نملأ لبنا بجمال هذا العيد نعم انتهاء رمضان وبداية شوال جه معاها العيد وإزاي بقى أهل المحبة يشوفوا ده يشوفوا أن العيد ده يعلمنا حاجة مهمة أن المعاملة مع الحبيب الأجل لا تعرف النهايات المعاملة مع الله لا تعرف النهايات فالحبيب الأجل لا نهاية له وأن إلى ربك المنتهى فإذا انتهيت من عمل صالح لا تقل وصلت بل قل وصلت آه والله فالمحب الحق من تيقن أن كل نهاية عمل مع الحبيب بداية جديدة من بديع الود والتقريب أيوة قربنا وأنعم علينا فنبدأ العيد كده بروح البدايات الجديدة العيد يدخلنا في الفرح ونفضل نردت قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخيره مما يجمعون وهو دوة العيد العيد تأكيد لقوله للصائم فرحتان وعشان كده إن الذي فتح لك أبواب الجنة نكتب على قلوبنا كده إن الذي فتح لك أبواب الجنة في رمضان فتح لك أبواب السعادة في العيد ليبشرك بجميل فضله ووده ومحبته وفرحه بميلادك الجديد أيوة ميلاد جديد بعد رمضان وإزاي ما نكونش كده وإحنا رزقنا الله سبحانه وتعالى هذا الشهر ورزقنا هذا البناء السعيد من القرآن المجيد لأنفسنا ولي حياتنا كلها مش علشان إحنا بنتكلم دايما عن العيد والمشاكل اللي بتحصل في البيوت في بعض الأحيان في العيد ننسى بقى عبادات العيد عندنا شوية عبادات مهمة في العيد أو 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 في حاجة أسمعها العبادات المنزلية في العيد إيه العبادات المنزلية في العيد أول عبادة من عبادات العيد دي التوسع على الأهل عبادة مهمة جدا جدا من عبادات العيد العيد يجينا بالتوسع على الأهل والتوسع على الأهل عندنا في مصر دايما نقول كده العيد في مصر بنكهة المحبة العيد في مصر في نكهة المحبة وتلاقيه عيد مفتوحة لكل النور ومفتوحة لكل البركة وعشان كده البيوت اللي بتعيش العبادات المنزلية دي بيحصل فيها ايه بيحصل فيها على طول نوع من انواع الفرح والسعادة والعيش وكأن البيوت تفتحت على ابواب الجنة فتعيش وكأنها في الجنة في هذه الدنيا من غير بقى لا نكد ولا اي حاجة تعيش سعادة بعد سعادة وعشان كده اول عبادة من العبادات المنزلية في العيد التوسع على الاهل ازاي يحصل التوسع على الاهل مصرين كلهم بيحبوا العيدية في العيد والعيدية في العيد دي جاية من فلسفة ومعنى راقي في مسألة الاعياد نفتكر كده ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل الناس وسأل الصحابة لما كانوا في المدينة قال لهم انتوا بتصوموا وجد اليهود بيصوموا يوم مع الشراء فقال لهم بيصوموا يوم مع الشراء ليه قال هذا يوم النجى الله فيه موسى فإيه عليه السلام فقال نحن أولى بموسى منه فصوموا يوم مع الشراء وصوموا كمان ونوى ان يصوموا يوم التاسع طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر من وسع على اهله في عشراء وسع الله عليه سائر سنتي ففهمنا ان الاعياد والفرح بتحب التوسع على الاهل يبقى من وسع على اهله يوم عشراء وسع الله عنه سائر سنتي فهو يقول بعض الرواه جربت هذا اربعين سنة فلم تنخرم ابدا يعني كل ما يعملها توسع عليه يبقى ايه اللي حاصل يبقى الاعياد بتحب ايه الاعياد بتحب توسعة الايه بتحب التوسعة وعشان كده التوسعة على الاهل في العيد واللي بيعملوا المصريين في شكل العيدية حاجة من اهم السنن في العيد كمان السنن كمان من السنن اللي الناس لتلتفت اليها في العيد وهي انتوا عارفين ان اعملت بحث جماعت فيه كل ما عادات اغلب عادات المصريين وخاصة في الاعياد وفي رمضان وفي كل دي فوجدت حاجة غريبة اوي وجدت ان العادات المصريين بتأكد فعلا وكأن المقولة اللي تقالت ان المصري متدين بطبعه نعم وجدت العادات دي كلها اما دي رجع لحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى اهية عادة كمان المصريين بيحبوا يعملوا كحك ده مش معنى كده ان الناس بقول الناس بعملوا كحك او متعملوش كحك لكن بيعملوا كحك ويكلوه اب في العيد وهم رحيل للصلاة طب ليه بقى لان رسول الله سلم زي ما ورد عنه في حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى الصلاة ماذا اكل قبل ان يخرج الى صلاة العيد وفي حديث انس انه اكل بعض الطمرات فكان من عادة المصريين ان هما ايه قالوا لازم يزينوا كده ايه سنة رسول الله فلازم واحنا نعمل ايه سنة رسول الله واحنا رحيل لصلاة العيد قبل من نروح صلاة العيد نعمل ايه نأكل نفطر ويا سلام بقى من تمام السنة ان احنا نفطر الطمرات فالمصريين قالوا ايه احنا مش بس ان نعمل الطمرات نحنا عايزين نخلي سنة رسول الله كمان احتفالية فنحط على الطمر كعجينة فعملوا الكحك اللي جواه الطمر وجواه العجوة عشان يحتفلوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان يجملوا العيد ويحسوا ان سنة رسول الله بتدخل البهجة والسرور على الاولاد يبقى كمان سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في العيد يبقى في العيد بنفرح في العيد كمان بنفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوسع على الاهل كمان من اهم السنة في العيد سلة الارحام لان سلة الارحام دي بتجلب البركة وتجلب السعادة وتجلب الهنى دايما لازم نعرف ان هذه السنة اللي بتكون في العيد هي في الحقيقة سنن بهجة وفرحة ونور وبركة دايماً العيد بيجننا بنعمة ودايماً العيد نعمة من نعم ربنا والنعمة تحتاج إلى شكر وأفضل أشكال الشكر للنعمة الفرح بالنعمة افرحوا بالعيد لأن الفرح بالنعمة شكر للنعمة يا رب جعل قلوبنا دايماً تفرح بنعمتك وتعيش في نعمة أنك تأتينا بالنعم بعد النعم حتى نظل غرقاً في نعمك يا رب العالمين يا رب جعل دايماً أعيدنا تشعرنا بلزيز فتحك علينا أبواب نعمك يا رب العالمين وجعلنا على الدوام حيث تريد ونفرح بنعمك كما يفرح دائماً العبيد بنعمة السيدي عندما يأتيهم بالمزيد يا رب دايماً في نعمتك ودايماً شكرين لنعمتك ودايماً نفرح بنعمتك ودايماً حياتنا كلها أعياد لأننا غرقاً في نعمك يا كريم يا ربنا يا منعم علينا بما يجعلنا دائماً في نعمة لأننا في محل نظرك يا رب العبيد اكرمنا دائماً بالشكر على المزيد